تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 691 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 896 طن مواد غزائية وغير غزائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 158 طن كما تم ضبط 57 طن أسمنت وحديد تسليح وفي مجال الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء وفي مجال حجب الأرز الشعير الأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 636 طن كما تم ضبط قرابة 130 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغزائية وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 925 قضية من بينها 626 قضية قبز ناقص الوزن و254 قضية قبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر